يا أيها الناس في كل الأرض من منبر الأزهر الشريف في أرض الكنانة نرسل هذا النداء إلى العالم بأسره إلى الإنسانية والبشرية جمعاء على مختلف مذاهبهم وعقائدهم ومللهم ونحلهم إنما وقع بالأمة من وباء عجز عن إزهابه عباقرة الطب والعلم الحديث نذير من النذر يحمل للبشرية الدلالة الصاطعة والبراهين القاطعة أن لهذا الكون إلها خلق فسوى وقدر فهدى قادر على كل شيء النداء الثاني إلى أمتنا الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها توبوا إلى الله اصطلحوا مع الله ضعوا يدكم في يد الله لأنه حق ولوا وجوهكم شطر الله لأنه نعم النصير ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يكشف إلا بتوبة النداء الثالث نرسله من أظهرنا الشريف في أرض الكنانة للعالم أن تعاونوا أيها الأغنياء مع الفقراء ومع المرضى وأيتها الأسر وأيها الأفراد ويا كل الدول الغنية استعينوا وأعينوا إخوانكم في الدول الفقيرة في هذا الوباء وفي هذا العلاج النداء الرابع والأقير إلى القائمين على الأسرة البيضاء إلى الممرضين وإلى الأطباء أخلصوا العمل وأيقنوا أنكم بمعالجتكم للمرضى تقومون بأعظم عبادة وقرب إلى الله تعالى حسبكم أن رب العزة قال في الحديث القدسي عبدي مرقت فلم تعدني فاندهش العبد وقال يا ربي كيف أعودك أنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلال المرض أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده انظروا يجد رب العزة عنده عند المريض الذي يقوم بمجرد عيادته فما بالك بمن يقوم بعلاجه ما بالك بمن يقوم بخدمته ما بالك بمن يقوم بمساعدته هذه نداءات نوجهها من هنا مخلصين فيها لله رب العالمين داعين خالق القوى والقدر وقيوم السماوات والأرض أن يكشف عنا هذا الوباء اللهم اكشف عنا هذا الوباء اللهم إنا نسألك وأنت على كل شيء قدير ليس لنا رب سواك ليس لنا إله سواك نسأله نسألك أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت الله الأعز الأكرم اشف مرضى المسلمين اشفنا يا رب العالمين واكشف عنا هذا الوباء والبلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين وفك كرب المكروبين وفرج الهم عن المهمومين واشف كل المرضى يا أرحم الرأي